هناك من يسطبق الأمور ويتحدث عن الخيار الثالث بالرئاسة والخيار الثالث بالمعركة اللي هو أنه يتم طرح اسم ثالث يسطبق الأمور؟ إيه مش أصبحت قريبة كثير لا ما برأيه قريبة أبداً برأيه أنه حتى لودريون لما نحكي عنه حنقول أنه هو ينطلق من الجلسة الأخيرة ما بيقدر ينطلق من خيار الثالث ويعده من الجلسة الأخيرة إذن المرشحين بعضهم موجودين لا شك حظوظ جهاد أزعور أقوى لسبب أنه إمكانية دخول الوسطيين أو الرماديين اللي عنده أكبر من دخول ثلاث أو أربع أشخاص الزيادة لسلامين الفرنجي ولكن المشكلة أنه إذا أحد الطرفان قدر يزيد عدد أصواته لا يتجاوز الخمسة والستين بيصير عندك مشكلة تأمين نصاب الدورة الثانية يصبح هناك من يعطل ولكن مشكلة بالشكل العام إذا جبت رئيس بخمسة وستين هل بيقدر يمشي بلد؟ يعني أنت حكما عندك صدام مع مكونات لبنانية كبيرة وعندك صدام مع حزب الله اللي هو منه حزب صغير عم نحكي عن حزب وصل إلى حد التسلح وعنده حضور إقليمي تدخلات بالدول العربية، تجاوزات، اللي بدك بكل السياءات هو أقوى الأحزاب بلبنان وأكثر الأحزاب تأثيراً وضرباً للدولة حتى حزب الله بهذه المرحلة أنا سبق وقلتها، حزب الله يدخل، ليس جوا بالداخل، يدخل إلى الطريقة البراجماتية أكثر وليك من نفس الوقت عنده قلق، عنده تغيرات بالمنطقة، عنده اتفاق إيراني سعودي، حرموا من كتير أمور بالمنطقة أصبحت مفككة، دوره الوحيد رجع ليكون ضد إسرائيل لهيك لم نعد نسمع هذه الخطابات لدد آل سعود وضد المملكة عنده موضوع سوريا، سوريا تعود نوعاً ما إلى العلاقة مع الدول العربية بصرف النظر عن موضوع لبنان حتى تفصيل آخر إذن طبعاً عنده حالة إرباك بأنه يجب أن يغير من السياسي كيف على أي قاعدة؟ على قاعدة أنت كحزب الله لا يمكن أن تفرض مرشحاً على اللبنانيين ليجري هذا المرشح تسوية مع الآخرين بل الآخرين وتحديداً المسيحيين يجب أن يتوافقوا على المرشح لإجراء تسوية مع حزب الله يعني إذا عم يحاول جبران باسيل أيضاً يبيع ويشتري تحديداً مع المملكة العربية السعودية فيعرف أنه هذا الموضوع ما بينجح ما فيك تفرض شروطك على أحد فماذا لو كانت الجهة هي المملكة العربية السعودية أنت بالكاد ممكن ينطقوا باسمك السعوديين فبدك تهدأ مورك شوي وإذا أنت عملت تغيرات يكمل فيها يرجع عنده معالمك وقعود عنده قطر عنده حماس تجاه قائد الجيش وبالتالي عم بتحاول أنه تفكفك العراقيل مع جبران باسيل بحكم أنه هو المتضرر الأكبر في حال وصل قائد الجيش إلى سدة الرئاسة بما يمثل بأنه هو شخص عوني مفترض طالما عينه رئيس الجمهورية مشالعون لأنه حصته كانت قائد الجيش وطالما هو قريب من الأطراف اللي انشقت عن طير وطير الحار وبالتالي هو إذا إجا قائد الجيش تكون نهاية جبران باسيل هو هيك بيعتبر